كوادنوف سانتي الثلج في دخول مئة وثمانية وعشرين الف وسبعة وثلاثين إلى المستشفى. وثمانية وستين الف ومئة وخمسة وخمسين حالة وفاة بسبب مضاعفات احتشاء عضلة القلب. جراء شدة الجه. بنسبة لرجل كان يبلغ من العمر اربعين عام. يجب ان يكون حد الاقصى النبضات القلب اثناء التمارين حوالي مئة وثمانين في الدقيق. ومع ذلك يمكن الوصول الى هذا الرقم في اقل من خمسة وربعين ثانية اذا شرفتها بدون انقطاع. وتجريف الثلج امر محفوظ بالمخاطر لان في ذل تأثير البرد تميل الشرعين الصغيرة خاصة تلك الموجودة في القدمين والذرعين الى الانقباض مما يؤدي الى ضغط شديد في القد. اذا لم تكن شخصا يتدرب بانتظام ثلاثين دقيقة من المشي يومين او ثلاثة جلسات كارديو اسبوعين فراقب معادلة الضربات قلبك عند ازالة اسهلت. والسؤيل يبقى المطروح كيف تراقب معادلة الضربات القلب خاصة اذا ما عندك شيء سمارتوتش على غيران الراكب يجب ان تكون قادر على التحدث اثناء التجريف. واذا كنت تعاني من صع على شكل ضيق توقف فورا. ولتنظيف ممر تقدر مسيحته بخمساشر متر مربع يكون ثلاثة ومية وخمسين كيلو جرام من الثلج. وبما انه متوسط وزن مجرفة الثلج خمسة كيلو جرام فانه هذه الحركة تساوي ستمية وستة وتلاثين مرة لاداء سريع في البرد. المثالي بالنسبة لغير الرياضيين هو جرف ببطء وتدريجيا واخذ فترات للرحم. هذه كانت دراسة قدمت خاصة للتوينس اللي موجودين في الكندا ومعتوا مع ازالة الثلج ينجم يمثل اختر على ص صحتهم وصحة العزيزة عليهم. كانت هذه قوة نوف سانتي بالنسبة لليو.